وفي حاجة كمان لا يمكن السكوت عليها وهي المحاولات المسمومة اللي بتجري الان في الظلمة وبعدين هتخرج للنور على نطاق واسع لمحاولة احداث ملبلة متعلقة بموضوع معين احنا بنحارب فيروس كورونا وان شاء الله هننتصر عليه زي ما حاربنا فيروس الاخوان وانتصرنا عليه ومصر الوحيدة اللي انتجت اللقاح المضاد للاخوان وهو ثورة 30 يونيو المصريين قعدوا لمدة سنة يدرسوا وفي معامل الوطنية لحد ما انتجوا العقار بتاع 30 يونيو اللي قضى على فيروس الاخوان نهائيا في مصر والحمد لله في المنطقة العربية كمان كلها لكن رغم ان الفيروس انتصرنا عليه الفيروس انتصرنا عليه لكن لسه ليه فلول لسه فيه ضيول لسه فيه بقايا مسكة كده في شوية ايه في شوية يساريين والحياة الطيوره على اشكالها تقع او بس يقبل احنا بنقوله الفيروسات الفيروسات على اشكالها تقع وبتتجمع في حملة دلوقتي بيقودها مجموعة من اليساريين المجبوهين مش بقول ان كل اليساريين كده بس المجموعة اللي بتعمل كده بعض اليساريين المجبوهين حطين ايديهم مع بعض العناصر الاخوانية اللي لسه مستخبية بنا مع بعض القيادات التنظيمية الاخوانية اللي بره سواء في قطر او في تركيا او في لندن او في غيرهم وعايزين يعملوا حلم البلبلة دلوقتي تحت اطار حملة اسمها ايه نفرج عن المعتقلين واولا قبل ما نتكلم في الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم ليس هناك معتقلون في مصر مفيش حاجة اسمها اعتقال في مصر او على حد علمي مفيش حد موجود جوه السجن تحت بند الاعتقال كل من هو موجود وراء السجون المصرية بناء على تحقيقات نيابة وحكم محكمة يعني متهم ومدان في قضية مخالفة للقانون او للدستور كلمة اعتقال فات زمنها وفات اوانها ومش موجود عندنا ولو هم عندهم واحد مسجون من غير تهمة ومن غير قضية ومن غير نيابة ومن غير محاكمة ياريت يقولوننا عليه يعني يشاولون عليك يقول لك الفلان ده ما تحكمش وما خدش حكم ومرمي في السجن بدون تهمة يقولون عليه واحنا في الاعلام هنا حنتبنى قضيته قولوا هل ده لكن انا بقول لكم مفيش هم دلوقتي شغالين في فكرة بقى طلعوا فلان وطلعوا علان والناس اللي مش عفكاد كل كل الفيروسات اللي تم تجميعها والقضاء عليها عايزينها تطلع تاني عشان تبخ سمومها تاني في المجتمع وانا في رأيي ان دي محاولة مسمومة مش هتنجح بس المهم ان احنا ننتبه اليها وما نشاركش فيها تحت بند التعاطف او التضامن او اصل كفاء لا مفيش كده خصوصا ان معظمهم ان لم يكن كلهم في رأيي جريمة الانتماء للاخوان بعد ما اتضح ارهاب الاخوان وقتل الاخوان وضمار الاخوان دي جريمة الحقيقة تسقط حاجات كتير جدا 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 ابرزها الولاء والانتماء والجنسية ففكروا قبل ما تقروا اي حاجة وتتضمنوا معاها او حتى تشايروها لانها فيها سم قاتل سم قاتل طيب وعشان تعرفوا ان الدايرة كلها مقفولة احنا بنكلم عن بعض اليساريين اللي بيقبضوا والعندهم اجداتهم الخاصة وتكليفات خارجية مع العناصر الاخوانية سواء الكامنة هنا او القيادات برا كل دول من وراهم للأسف تركيا ادارة تركيا كادارة وقطر كتجارة كتبويل كفلوس تعالوا بصوا هذا التاريخ من الارهاب للنظام القطري منذ عام 2010 عندما منحت الدولة حق استضافة كأس العالم 20-22 ازداد عدد العمال المهاجرين في قطر بسرعة مدفوعا جزئيا بطفرة البناء اللاحقة حيث قفز عدد سكان البلاد من 1.6 ملايين شخص في ديسمبر من عام 2010 إلى 2.7 ملايين شخص في اكتوبر من عام 2018 قادمون من بعض افكار دول العالم ويعملون في قطاعات تشمل البناء والضيافة والخدمة المنزلية والعمال المهاجرين يشكلون 95% من القوى العاملة في البلاد ولكن مع تزايد اعداد العمال الذين يسافرون بسرعة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وقع المزيد ضحية لنظام العمل الاستغلالي في قطر حيث تم توثيق إساءة معاملة العمال المهاجرين ذو الأجور المنخفضة واستغلالهم والتي تصل في بعض الأحيان إلى العمل القصري والاتجار بالبشر ففي اكتوبر من عام 2013 على سبيل المثال ذكرت صحيفة جارديان أن 44 عاملا نيباليا ماتوا في قطر في غضون شهرين فقط بينما وثقت تقارير منظمة العفو الدولية في عامي 2013 و2016 توثيقا واسع النطاق لإساءة العمل في قطاع البناء بما في ذلك العمل القصري مثل ما حدث في ملعب خليفة في الدوحة وفي عامي 2014 وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق المهاجرين الاستغلال متكرر وغالبا ما يعمل المهاجرون بدون أجر ويعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب ودعا إلى إلغاء نظام الكفالة في البلاد كما فشلت قطر في التحقيق في الوفيات المفاجئة لمئات من العمال المهاجرين كما تؤكد جريدة الجارديان في تقرير حمل عنوان لم يتم التحقيق في الوفيات المفاجئة لمئات العمال المهاجرين في قطر وحسب الجارديان يموت المئات من العمال في الدولة المضيفة لكأس العالم كل عام وتشير السلطات القطرية إلى أن معظم الوفيات ترجع إلى النوبات القلبية أو لأسباب طبيعية فكثير من المتوفين من الشباب الذين يموتون أثناء نومهم وهي ظاهرة يطلق عليها محليا متلازمة الموت المفاجئ وذكرت الصحيفة أن مئة الآلاف من العمال يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد الحراري ويعملون في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم وتضع درجات الحرارة المرتفعة ضغط كبير على نظام القلب والأوعية الدموية ويقول أخصائي أمراض القلب أن هناك صلة مباشرة بين الإجهاد الحراري والأعداد الكبيرة من العمال الشباب الذين يموتون في أشهر الصيف وفي معظم الحالات لا يتم إجراء عمليات تشريح على أكساد العمال المهاجرين حيث يقال إن وفاتهم ترجع إلى أسباب قلبية أو طبيعية وفي عام 2014 أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC تقريراً قاصياً وصف قطر بأنها دولة بلا ضمير وتضمر التقرير شهادات من العمال أنفسهم عن الفضائع الذي تعرض لها في قطر إسراء سعد آخر النهار